في سنة 87 كان فيه عامل مصري شغال في العراق اسمه محمد عبد المنعم محمد سافر العراق في التمانينات وحياته كانت مشى كويس جدا بيشتغل ويكسب كويس وعايش في العراق زي ما يكون في بلده أكتر لكن زي ما بنقول مفيش حاجة بتفضل على حالها محمد جاله مرض خلاه يقعد في البيت وما بقاش قادر ينزل الشغل ولا يتحرك من مكانه وعلشان كده ابتدى يصرف تحوشة العمر على الأكل والشرب والعلاج وبعد شوية فلوسه خلصت وما قدرش حتى يدفع تمن السكن وصاحب البيت طرده لما ما دفعش إيجار كم شهر وراء بعض الراجل ما بقاش عارف يعمل ايه وحاله بقى يصعب على الكافر واضطر انه يباد في الشارع أهالي المنطقة اللي كان عايش فيها وهي منطقة الرمادي اتعطفه معاه والدوله كان بينام عليها وبطنية يتغطى بيها لأن الجو كان برد جدا وفضل على الحال ده شوية عايش على العطف العراقيين ومساعدتهم وحتى مش عارف ينزل مصر بسبب مرضه وإن معهش حق التذكرة لحد ما حصلت المعجزة اللي غيرت حياته تماما الرئيس صدام حسين الله يرحمه كان معروف عنه انه بيخرج باللل بعربيته وهو متنكره من غير حراسة وفي يوم صدام خرج وراح منطقة الرمادي وبالصدفة شاف محمد نايم على الكنبة وقف العربية ونزل منها وراح عنده صحاء صاحبنا لما فتح عينه ما بقاش مصدق نفسه وسأله سيادتك الرئيس صدام صدام قال له ايوة انت نايم في الشارع ليه محمد تتعادل كده وابتدى بقى يحكي له ظروفه من يوم مجيه العراق زي غيره من ملايين المصريين وإن المرض خلص عليه وما بقاش قادر يشتغل ولا لاقي ياكل الرئيس صدام اتقصر جدا باللي سمعه وقال له بكرة تجيلي القصر وبالفعل محمد تاني يوم راح له القصر والرئيس صدام قبله احسن مقابلة وكمان امر انه يتعين في وظيفة حكومية وجاب له بيت ومش بس كده دداله عربية هدية وبعد كل الهدايا دي سأله انت متجوز؟ محمد رد؟ لأ وهنا صدام امر السكرتير بتاعه يشوف له عروسة مناسبة وهو اللي هيتحمل تكاليف جوازه من الالف للياء المصري كان محتار ومش عارف صدام بيعمل معاك ده ليه لكن في نهاية المقابلة سأله يا مهي بركن حضرتك عملت معايا كل ده ليه الرئيس صدام قال له انا عمري منسى جميل مصر علي في الستينات كنت عايش في الدقي وما كانش معايا اي فلوس وكل الناس كانت بتساعدني حتى عم محمد البواب كنت بستلف منه لحد ما يجيلي الحوالة اخر الشهر وعم حنفي صاحب القهوة كان بيخليني اشرب ببلاش شكك وعلى الحساب زي ما بتقوله في مصر واللي بعمله مع المصريين ده رد جميل للناس الطيبين اللي اكرموني وقت ما كانت الدنيا كلها دياء في وشي رحم الله صدام حسين وغفر له وتجاوز عن سيئاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر